موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا من واصل من كفر نحوم عن تعليم المسيح طبعاً احنا اخترنا بعض الموضوعات بشكل مختصر ولكن حتماً هذه الموضوعات تطلب وقت أكتر للدراسة درجة الحرارة اليوم عالية جداً لأنه احنا تحت مستوى سطح البحر حوالي 212 متر درجة حرارة شديدة مع الرطوبة هذه المنطقة تابعة للروم الأرتودوكس بسمها كنيسة الرسل أو 12 رسول 12 أبوصل في هاي الفقرة رح نكلم عن تعليم المسيح عن نظام المصالحة والتأديب الكنسي ورب يسوع علم وقال إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما طبعاً عاتب بالمحبة هنا مقصود وفي هاي الفقرة الرب يسوع بيتكلم عن التأسيس التأسيس العلاقات الكنسية وبالأحرى العلاقات بين الإخوة في الاجتماع وخلي بالك يمكن ذكر الكنيسة هنا تاني مرة أول مرة في متى 16 قال يسوع أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وهون بيتكلم عن النظام الكنسة في موضوع المصالحة والتأديب واسترداد الشركة والمحبة في الكنيسة فعن بيكلم بقول إذا أخطأ إليك أخوك روح بشكل شخصي بشكل فردي روح عاتبه عتاب المحبة والعتاب مش إنك تربح الجدل إنك تربح أخوك مش تثبت قضيتك ولكن تكسب أخوك أو أختك بالمحبة إذا هذا الشخص كان يعني عنيد ورفض هذا الشيء منك إذا يعني وصل الوضع للفشل مكتوب خد اتنين أو ثلاثة المقصود شهود بحسب شريعة موسى شاهدين أو ثلاثة وطبعا الشهود اللي بتأخدهم لازم يكونوا شهود روحيين مليانين بالكلمة مليانين بالمحبة مليانين أيضا بالنعمة ليس للإدانة ولكن للإسترداد وليس للخصام لكن للمصالحة وليس للفسخ أو الإنقسام لكن للمساعدة الروحية كل الغرض إنك تأخذ معاك اتنين أو ثلاثة زي شهود يحاولوا معاك حتى تسترد الشركة وتسترد العلاقة مع هذا الشخص حتى ترجع البركة ثم إذا هذا الشخص فعلا كان عنيد كتير رفض الشهود إنه يجوا يسمع الهن بهاي الحالة يسوع بيتكلم خد المشكلة وتكلم مع قيادة الكنيسة وترحى أمام الكنيسة يعني الكنيسة بشكل عام ويمكن لربما إذا كان موجود أو في حضور الكنيسة كلها يمكن يخجل يستحي يتراجع وتحل مرة تانية في جو المحبة وجو الشركة ما كانش في المسيح بيتكلم عن وجود خصام أو تحذب أو إنشقاق أو أي ظروف اللي بتقسم الكنيسة كان في جو المحبة والعبادة ولكن لربما واحد يخطئ اعمل كل المحاولات لاسترداد هذا الشخص فالشيء الرابع إذا رفض حتى من كل الكنيسة لأنه يعني كأنه يعني رافض كل شيء عاوز يعيش في جو النموسية فالرب يسوع المسيح بقول فليكن عندك كالوثني يعني كأنه شخص غير يهودي أو كعشار الهجابة الضرائب وطبعا هؤلاء النوعيات من الناس الأمم كانوا يعتبروا ناجسين والعشار كان يعتبر من أدنى يعني درجات القوم بكل بساطة هو شخص يهودي ولكنه يتعاطف مع الأعداء يعني يعتبر بيشتغل لمصلحة الرمان وإذا وصل الوضع فرضا إلى هذه الحالة فيكون عندك مثل الوطن والعشار بهاي الحالة ممكن يكون في تأديب كنسة وممكن يكون يعني في جو من يعني التحذير والإنذار لهذا الشخص ولكن خلي بالك المسيح اللي بيتكلم المسيح مكتوب عنه نور الأمم هو مش بيتكلم هون ضد الأمم والمسيح كانوا يدنون إليه العشارون والزنا مش بيتكلم ضد العشرين لكن بيتكلم على حال كانت معروفة أو متعارف عليها بحسب التقاليد القديمة كيف الناس كانت تنظر لنوعيات الناس ولكن كأن المسيح يقول اعمل كل جهدك اعمل كل إمكانياتك تسترجع هذا الأخ إلى الشركة إلى جو الكنيسة إلى جو العبادة إلى روح المحبة والنعمة إلى الجو اللي فيه حفاظ وأمان على أفراد الأفراد فهاي الحال إذا وصل لدرجة الوثن والعشار كأنك أنت بتبتدي تبشره من أول أبو جديد بطل كشخص مؤمن بتبتدي الآن برضو بتحل المشكلة في جو المحبة في جو الشركة بتحاول تسترد وتسترجع هذا الشخص وأنت بتتكلم معه كخاطئ في هاي الحالة لأنه رفض حتى كأنه يتوب ويرجع عن خطايا إذا رفض كل المحاولات يقول يسوع المسيح فأي قرار أنت بتعمله هو مصنوع في السماء وهيك الرسول بولوس تتكلم لكنيسة كورنتوس إذا أنت حكمتوا خلص كأني حاضر معكو أو كما قال بوتروس بالسلطان الرسول ليس لك السيمون الساحر ليس لك نصيب فإذا هذا الجو بروح المحبة ثم قال يسوع كل ما تربطونه في السماء يكون مربوطا كل ما تحلونه يكون محلولا وبعدين بيكمل بقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط فإذا حضور الرب موجودة معنا عم بيطالب فينا بكل الإمكان حتى لو عملناك كخاطئ خليه توب وخليه يرجع للكنيسة ولما بتصلي ككنيسة بهذه الحالة بتربط وبتحل ولما بتصلي اثنين أو ثلاثة فيه قرارات بتكون مصنوعة في السماء فيه استجابات صلاة كأنه الله رح يستجيب ويخلص هذا برجوع هذا الخاطئ لأن هاي هي مصر تقرب وخلي بالك في المجتمع اليهود عشان يقوموا في الصلاة وبيعتبروا أنه الله حاضر وأنه كل المواصفات للاجتماع لازم يكونوا على الأقل عشر رجال ولكن المسيح هنا حول هالشيء لبعد روح أعمق ولحيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة في اسمي أكون معكم في وسطكم يعني حاضر في وسطنا الغرض من كل الموضوع هو التأديب والتأديب هو عبارة عن تحذير وإنذار بالمحبة من بعد ما أعطيته كل الإنذارات وكل التحذيرات بهاي المحبة إنها مفضل إنك تتكلم معاه بالمحبة وبالتواضع وبالنعمة أيضا مرة تانية محبة تواضع ونعمة أيضا وشيء آخر ورغبة حقيقية من كل قلبك للمصالحة طبعا الحرمان من العبادة والشركة في بعض الحالات كما يقول الكتاب أنت تسلم هذا الشخص للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب ولكن كل الغرض هو استرجاع واسترداد هذا الشخص بعد سمع هذه الكلمات سأل بطرس كم مرة؟ كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له وفي هذا الموضوع منكمل في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر